المتباينات في المثلث خصائص المتباينة قبل ما نبدأ بالمتباينات في المثلث خلينا نعرف يعني إيش متباينة المتباينة عكس المعادلة المعادلة يعني كفتين تعادل بعض يعني في عندنا جهتين وبينهم علامة يساوي في المتباينة حنشيل علامة اليساوي دي ونحط علامة أكبر من أو أصغر من يعني جزء حيكون أكبر من جزء أو جزء حيكون أصغر من جزء حيكون فيه تباين بين الطرفين تباين يعني اختلاف صرح يكون فيه اختلاف بين الطرفين واحد أكبر من الثاني وللمتباينة خصائص مثل خصائص المساواة أول خاصية هي خاصية المقارنة يعني لو عندي عددين حقيقيين A و B ممكن ينطبق عليهم أحد هذه الحالات يأما يكون A أكبر من B أو أن A و B يكونوا متساويين أو A أصغر من B يعني لو جينا على خط الأعداد ونحط العددين A و B يأما يكون A أكبر من B يكون على يمينه أو A يساوي B يكون ينطبق عليه في خط الأعداد أو أن A أصغر من B ويكون A على يسار B في خط الأعداد ثلاث حالات ما في غيرهم طيب هذه كانت المقارنة بعدها نروح للتعدي خاصية التعدي تقول تقول إذا عنده ثلاثة أعداد حقيقية A و B و C وكان B أصغر من C والA أصغر من B إذن A أصغر من C كيف نمثل الكلام ده لأخط الأعداد قال لي أنه B أصغر من C يعني B ستكون على يسار C وبعدها قال لي أنه A أصغر من B يعني A برضو ستكون على يسار B يصير A ستكون أصغر من C كلام ده صحيح لأنه A ستكون على يسار C في خط الأعداد والعكس برضو صحيح يعني لو كان عندي B أكبر من C يعني على خط الأعداد B سيكون على يمين C والA أكبر من B يعني A على خط الأعداد ستكون على يمين B يصير A أكيد ستكون أكبر من C لأنها ستكون على يمينها في خط الأعداد هذه كانت خاصية التعدي نجي بعدها الخاصية الجن تقول الخاصية إذا كان عندك A أكبر من B وأضفت على الطرفين عدد حقيقي C فإن المتباينة لن تتغير ونشوفها على خط العداد لو عندك A أكبر من B يعني على يمينها وأضفنا على A اثنين مثلا يعني اتحركت ناحية اليمين خطوتين وأضفنا على B اثنين برضو يعني حركناها ناحية اليمين خطوتين يصيل المتباينة نفسها يعني برضو ما زالت A أكبر من B نفس الشي ينطبق على الأكس يعني لو كانت عندي A أصغر من B وأضفنا على الطرفين نفس العدد يصيل المتباينة لن تتغير بعد كده نيجي الآخر خاصية وهي خاصية الطرح يقول لي لو كان عندي A أكبر من B طرحنا من الطرفين نفس العدد الحقيقي إذن المتباينة لن تتغير لو زينا على خط العداد وحطينا A أكبر من B طرحنا من الطرفين اثنين مثلا يعني حركنا A إلى اليسار خطوتين وحركنا B إلى اليسار خطوتين أيضا هللاقي إن المتباينة لم تتغير يعني برضو A ستكون أكبر من B والأكس برضو صحيح يعني لو كانت A أصغر من B وطرحنا من الطرفين نفس العدد المتباينة حتبقى نفسها وهذه هي خصائص المتباينة نعيدهم على السريع إذا كان عندك عددين حقيقيين A و B عندك ثلاثة احتمالات يأما A أكبر من B يأما يكونوا متساويين يأما يكون B أكبر من A بعدين خاصية التعدي يعني لو B أصغر من C والA أصغر من B يصير A ستكون أصغر من C ونفس الخاصية صحيحة لو كانت الإشارة أكبر من بدلا من أصغر من وبعدها خاصية الجمع لو عندك A أكبر من B وجمعت على الطرفين نفس العدد يصير المتباينة ستكون ثابتة لأن تتغير ونفس الخاصية صحيحة لو كانت الإشارة أصغر من بدلا من أكبر من وآخر خاصية الطرح لو عندك الآية أكبر من B وطرحت من الطرفين نفس العدد المتباينة ستكون نفسها ما تتغير نفس الخاصية صحيحة لو كانت الإشارة أكبر من بدلا من أصغر من إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضح تتكمل واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاومك عليه ترجمة نانسي قنقر